موجز الثالثة من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقادي بالدولة وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لجهود القضاء في سرعة إنهاء قضايا المواطنين معربا عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضاء الحالي الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع وخلال الاجتماع تلع الرئيس عبدالفتاح السيسي كذلك على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتواصل جهود الدولة لمتابعة استعدادات مختلف المحافظات لتعامل مع موجة التقص غير المستقر وفي هذا الإطار تتابع وزارة التنمية المحلية الإجراءات التي تقوم بها بعض المحافظات لتعامل مع الأمطار التي تعرضت لها حيث شهدت عدد كبير من المحافظات هطول أمطار تتراوح بين متوسطة وخفيفة وتمت عمليات رفع المياه هذا وتشارك مصر دول العالم في المبادرة العالمية ساعة الأرض العام 2023 والتي تأتي هذا العام تحت شعار حان الوقت للطبيعة وتعتمد المبادرة على قيام عدد من المواطنين والجهاد والمعالمة السيحية بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بهدف التوجيه بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها في تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرمية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام استعردت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خطة التنظيمات الإرهابية لترويج لما يسمى بالاختفاء القصري في مصر ويأتي هذا ردا على التقرير النصف سنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات حيث أوضحت التنسيقية أن خطة التنظيمات الإرهابية تتضمن الإدعاء وتكرار وقائع اختفاء الأشخاص بمجرد صدور القرار بإخلاء سبيلهم من نيابة ودعاء وقوف مختلف الجهات دون التحقيق بجدية في البلاغات المقدمة ختم موجة الثالثة شكرا لكم